أهلا بكم إلى هذه القراءة في أهم مضامين الصحف الوطنية الصادرة اليوم والبداية بصحفة الصحراء المغربية التي كتبت أن ناديا فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية كشفت عن الآليات التي تعتمدها الحكومة لتسهيل ولوج المقاولات للتمويل ودعم تنافسيتها وخلق فرص الشغل كما قدمت فتاح العلوي الصعوبات التي تحول دون ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة للتمويلات في القطاع البنكي مؤكدة أن تحسين مناخ الأعمال والمقاولات من أولويات الحكومة في ظل جائحة كورونا إلى جريدة المساء التي قالت أن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أكدت أنه تم رفع الطموحات المسطرة مبدئيا في مجال الطاقات المتجددة وذلك من أجل تجاوز الهدف الحالي المتمثل في 52% من المزيج الكهربائي الوطني من حيث القدر الكهربائي المنشأة قبل سنة 2030 الختام بصحيفة العالم التي أفادت بأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تواصل جهودها الحثيثة من أجل تعميم الدعم المدرسي على مستوى إقليم واصر بغية المساهمة في محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التفوق الدراسي وتقوم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها الرابع المتعلق بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة تقوم بتجهيز عدد من قاعات الدعم المدرسي المندمج عن بعد بالثانويات التابعة لإقليم أن واصر تفاصيل هذه الأخبار تقرؤونها على صفحات الجريدة